لجماهير النادي الاهلي العظيم جمهور عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معاني دايماً في ظهر النادي دايماً هو السند دايماً هو الدعم جمهور النادي الاهلي الحقيقة اللي الاهلي مفرحوا دايماً ودايماً عند حصل الظن بيه مبروك بطولة جديدة بتضاف لبطولات النادي الاهلي بطولة ليها يعني طعم مختلف بطولة ليها مزاق خاص بطولة اكتملت فيها عناصر كتير جداً كانت غايبة عن بطولات سابقة واحد طبعا نمر واحد لازم نتقدم بالشكر لأشقاءنا في المملكة العربية السعودية على حسن الاستضافة والشكل اللي انتو شفتوه الشكل العظيم الحقيقي اللي ما يقلش بأي حال من الأحوال عن المطشاط اللي شفناها وبنشوفها وانتباحها في أوروبا احتفالية كانت على أعلى مستوى تقليق بأقدم بطولة في تاريخ المنطقة العربية كلها بطولة كاس مصر يزود من حلاوة ومن الطعامة ومن عظمة البطولة انه اللقب رقم 150 الاهلي بيقفل عداد وبيفتح مشوار عداد جديد 150 بطولة في تاريخ النادي الاهلي اكتملت بالبطولة رقم 39 وهو رصيد الاهلي في بطولات كاس مصر في حضور الحقيقة جماهير غفيرة شاط الحقيقة يمكن طبعا انت شفت جزء منه لكن انا تبعته من ملعب المباراة على مدارة التسعين دي قد ايه الجمهور الحقيقة كان يعني مصدر من مصادر النجاح التابلول الفني الرائع اللي احنا شفنا دا واللي اتمنى بقى يعني انا مشوف ان فيه كتير من الحاجات اللي اتبعناها في البطولة دي يعني نقدر وليه لأ نقدر جدا نشوفها في ملعب دي قيمة الكرة المصرية في حضور اتنين من اكبر الاندية على مستوى مصر وافريقيا ورطن العربي ده شكل يليق بالكرة المصرية ده شكل يليق بنهائي اقدم بطولة في تاريخ مصر وهي بطولة الكاس في جنود كتير مجهولين في كلام كتير جدا يتقالع المباراة الاهم طبعا هو المكسم والاهم بالنسبة لي فرحة جمهورنا دي الاهلي اللي شفتها في الملعب واللي شفتها وتابعتها على منصات سوشال ميديا واللي مازالت مستمرة لغاية النهارة